أهلاً بيكم قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغنضة ومسيرة اشتركوا فيها وهتعجبكم إن شاء الله في إسبانيا وتحديداً في بلدة بونيول وفي آخر يوم أربع من شهر أغسطس بيحصل مهرجان لتوماتينة عيد الناس فيه بتنزل الشوارع وتبدأ تحدف بعض بالطماطم كل حاجة في الشوارع في اليوم ده بتبقى مدهونة صلصة والاحتفال الغريب ده بدأ سنة 1945 بالصدفة البحثة دبت خناءة بين شوية شباب وقفين في ميدان في المدينة وكان جنبهم كشك خضار فبدأوا يشيروا الطماطم من الكشك ويحدفوا بيها بعض والشرطة وقتها اتدخلت ووقفت الخناءة لكن الموضوع ماوقفش لحد كده أهل بونيول الظاهر كده عجبهم شكل الخناءة وقالوا يلا نعمل كده السنة الجاية وفعلا السنة اللي بعدها لما جت الناس نزلت في نفس الساحة اللي حصلت فيها الخناءة وفضلوا يحدفوا الطماطم على بعض ويهزروا ويفرفشوا والشرطة فضلت سنين بتحاول توقف الموضوع ده لكن بسبب الأعداد الكبيرة اللي كانت بتشارك في الآخر الشرطة استسلمت وقبلت بالوضع ومن ساعتها وبقى عيد الناس بتستناه كل سنة والموضوع ما بقاش متوقف على سكان المدينة وبس عدد كبير من السياح بقوا بيسافروا المدينة مخصوص في الوقت ده من كل سنة علشان يعيشوا التجربة بل إن في شركات سيحية بقت بتنظم رحلات للاحتفال ده مخصوص وأراضي زراعية بتتزرع طماطم مخصوص للاحتفال وعربيات النقل بتنقل الطماطم للشوارع اللي فيها الناس علشان يهيصوا بل إن الحكومة نفسها بتبعت لهم عربيات مطافي علشان تنظف بقايا الطماطم من الشوارع بعد المدعكة ما تخلص والخناقة اللي بدأت بكيلو طماطم بين شوية شباب بقت احتفال بيتحدف فيه أطنان من الطماطم كل سنة وعلى الرغم من إن العيد ده مهم جدا لأهل بنيول إلا إن العيد طبعا بيقابل باعتراضات كتير بسبب إهضار الطعام في يوم 23 ديسمبر من كل سنة في مدينة أواكساكا في المكسيك بتبدأ ليلة الفجل سكان المدينة بيحتفلوا بالعيد عن طريق إنهم بينحاتوا الفجل ويعملوا منه أشكال ومعارضات فنية وبيتنفسوا على مين هيقدر ينحط أحسن شكل والعيد نفسه بدأ لما الأسبان جابوا الفجل للمكسيك في فترة الاستعمار أهلوا واكساكا وقتها كان عندهم تقليد يخص نحت الخشب فالمزرعين قالوا طيب ما ننحط الفجل أسهل يعني وفعلا بدأوا ينحطوا الفجل علشان يجذبوا انتباه الزباين في سوق عيد الميلاد اللي كان بيتعمل في السحر الرئيسية يوم 23 ديسمبر من كل سنة وفي سنة 1897 قررت المدينة تعمل مسابقة رسمية لنحت الفجل ومن يومها والمسابقة بقت بتقام كل سنة لكن لأن الفجل بيتبل بسرعة بعد ما يتنحت الأعمال بتتعرض لمدة مش طويلة وعلشان كده الناس بيبقوا طوابير علشان يتفرجوا والمشاركين في العيد بيكونوا من سكان أواكساكا نفسها والقرى اللي حواليها العيادة الغريبة في المكسيك مش بس هتقف عند الفجل واحد من أغرب الأعياد اللي موجودة في العالم كله هو عيد الموتة واحد من أهم الأعياد اللي بيحتفلوا بها في المكسيك في اليوم الأول والتاني من شهر نوفمبر من كل سنة بيحتفل أهل المكسيك كلهم بالعيد ده وفكرة العيد إن الناس بيفتكروا في اليوم ده أهلهم وصحابهم اللي ماتوا الناس في اليوم ده بتروح المقابر وتزينها بالوارد والشمع وبيتباحوا دبايح مخصوصة لأرواح الموتة وبيعملوا عزومات كبيرة للعيلة كلها وبيحطوا صور الناس اللي ماتوا والحاجات اللي كانوا بيحبوها سواء كانت أكل أو شرب أو أي متعلقات شخصية وبيبقوا مقتنعين إن أرواح الموتة بتجيلهم في اليوم ده علشان تزورهم وتقعد معهم وكل ما يعملوا الحاجات اللي كان الموتة بيحبوها أكتر كل ما اللي ماتوا يتبسطوا أكتر وأكتر وبيعتقدوا كمان إن أول يوم مخصوص لأرواح الأطفال وأما أرواح الكبار فبتيجي تاني يوم ومن أشهر الحلويات اللي بيعملوها في العيد ده الجماجم المعمولة من السكر والمكتوب عليها أسماء الناس اللي ماتوا ده غير إنهم بيخبزوا عيش مخصوص اسمه عيش الموتة تقدروا تقولوا كده إنها حاجة سي القرس اللي المصريين كانوا بيعملوها ويطلعوا بيها على المقابر وده بيكون عيش مسكر بيتعمل مخصوص في الأيام دي على شكل دايرة إنما المختلف بقى إن الناس بتخرج في الشوارع في اليوم دا بقى الزيقة تنكرية على شكل هياك العظمية ويا إما يلبسوا مسكات كبيرة على شكل جماجم أو يرسموا جماجم على وشهم وده بالنسبة لهم بيكون تعبير عن احترامهم لللي ماتوا ده غير إنهم كمان بيعملوا زينة زي زينة رمضان وبيعلقوها في الشوارع والبيوت طول عمرنا نسمع إن العزومات للقريب والأصحاب والعزومات الكبيرة بتبقى لكبار الشخصيات لكن في عيد بقى في تايلاند بيدرب المعادلة دي بالكامل كل سنة في تايلاند وتحديدا في مدينة لوبوري بيتعمل احتفال اسمه بوفيه الأرود لإن أهل المدينة بيتفقلوا بالأرود وبيعتبروها بتجيب الحظ فبيحتفلوا بيهم وبيعزموهم على بوفيه مفتوح من كل ما لز وطاب ومش عزومة كده وخلاص الموضوع بيبقى متخطط له وأهل المدينة بيعملوا جهد كبير جدا علشان العيد ده البوفيه بيقى مرصوص بأشكال هندسية وبيتفننوا في دمج الخضار مع الفواكه علشان يطلعوها بأحسن شكل والعيد بيكون آخر يوم حد من شهر نوفمبر وبيبدأ بافتتاح فيها أرود ولما الأرود توصل بالسلامة بيشيلوا الغطى من على الترابيزات اللي هي يعني مفجأة للأرود وفورا تهجم الأرود على الوليمة ويبدأوا يتنططوا على الترابيزات ويتسلقوا أهرامات الفكهة والأكل وبتوصل كميات الأكل اللي بتتقدم للأرود في اليوم ده لأكتر من 2 طن واحترامهم الزيادة عن اللزوم ده للأرود رجع لأسطورة بتحكي عن أمير اسمه راما دخل في معركة علشان ينقذ ميراته سيتا من الشرير وبحسب القصة ملك الأرود هانومان وجيشه ساعدوا في إنقاذ سيتا ومن ساعتها وبقت الأرود عندهم رمز للتفاؤل والحظ الحسن هنفضل في تايلند مع عيد تاني من أهم وأحلى الأعياد اللي عندهم عيد الصراحة الناس كلها محتاجا في درجات الحرارة اللي احنا عايشينها دي وهو عيد المية واحد من أهم الأعياد عندهم واللي بتستمر لمدة 3 أيام من يوم 13 إبريل والحد 15 إبريل وفي تايلند بيعتبر اليوم ده هو يوم رأس السنة والعيد نفسه من التقاليد الأديمة اللي بيعتقدوا إنهم بيها بيخسلوا الزنوب السنة اللي فاتت علشان يدخلوا السنة الجديدة بصفحة جديدة صفية ونقية واللي بيحصل في الثلاث أيام دول بيبقى متقسم لثلاث أماكن أول يوم منهم جوه البيت وده لأنهم بينظفوا البيوت ويمسحوها ويرشوا مياه مع الطرف كل مكان تاني يوم بيكون في المعابد بيروحوا المعابد ويرشوا مياه مع الطرف على تماثيل بوزة وعلى أديهم ورجليهم ويقدموا هدايا وورود وحاجات زي جدا وجوه المعابد نفسها بيبنوا معابد صغيرة من الرملة على شاكلة ألعة الرملة اللي كنا بنبنيها زمان على البحر والألعة الصغيرة دي بيبدأوا يزينوها بالورود والشموع وأما بقى المكان التالت فهو أهم جزء في العيد واللي بييجي علشانه آلاف السياح كل سنة شوارع المدينة في الثلاث أيام دول بتتحول لبحيرات من المية كله ماشي بيرش على كله أطفال شباب عواجيز محدش ماشي ناشف وطبعا أهم أداة في العيد ده هي رشاشات ومسدسات المية ده غير كمان جراد للتلك والمميز في العيد ده إنه بيجمع كل الناس من كل الأعمار ومن كل الفئات في الوقت اللي فيه ناس بتحتفل في الصيف بالمية فيه ناس تانية بتحتفل بالطينة في عز الصيف ومن يوم 19 يوليو لحد 4 أغسطس وعلى شاطئ دوتشيون في كوريا الجنوبية بيحصل احتفال الطين الناس بتروح للشط ويدهنوا جسمهم بالطينة اللي على الشط ويقضوا اليوم كله لغوصة والمسؤولين عن الاحتفال بيبنوا حاجات كتير على الشاطئ علشان يزودوا متعة العيد حمامات سباحة مليانة طين زحليق طين كهوف طين تزلج على الطين كله طين وبيبقى فيه سوق صغير على الشاطئ بيبيع مستحضرات تجميل مصنوعة من طين الشاطئ وعيادات صحة وتجميل بتقدم مساج وعلاج بالقبر وعلاجات تانية واهم منتج بيستخدموه طبعا هو الطين واللي بدأ المهرجان ده كان شركة مستحضرات تجميل سنة 1994 لما صدر ورقة بحسية بتتكلم عن العناصر المفيدة الكتير الموجودة في طين الشاطئ ده تحديدا ومن ساعتها بدأوا يصنعوا مستحضرات تجميل معمولة من طين الشاطئ وعلشان يعملوا دعاية للمستحضرات بتاعتهم فكروا في فكرة مهرجان الطين ده وفعلا في سنة 1998 نظموا أول مهرجان وكان ساعتها كل هدفهم إن الناس تعرف أكتر عن الطين والمستحضرات اللي بتعمل منه لكن الفكرة نجحت نجاح منقطع النظير وكل سنة عدد الزوار بقى بيزيد عن السنة اللي قبلها وتحول الحدث من مجرد احتفال لعيد بيتكرر كل سنة وفي سنة 2007 عدد السياح اللي ظهروا المهرجان كان 2 مليون ومتين ألف زائر وفي النهاية ما تنسوش إخوانكم المحاصرين اللي ما عندهمش أكل ومية ناس الله أن يرفع عنهم البلاء بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبل أن تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل لآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهونا في التعليقات سلام شكرا شكرا شكرا